مهن تعد جزءا من الموروث الشعبي العراقي تحاول المحافظة على وجودها في عصر يغص بالتكنولوجيا الحديثة التي غزت كل زاوية من زوايا الحياة المعاصرة مهنة الريافة واحدة من المهن التي عرفها أهل العراق عامة وبغداد بشكل خاص منذ العصر العباسي حيث تعنى بإصلاح الملابس المتضررة بشكل دقيق باستخدام خيوط خاصة ومميزة فتعود كأن لم يصبها ضرر مهنة الريافة التي تحتاج إلى صبر وتركيز كبيرين لم تعد تغطي معيشة ممتهنيها ولكن حرصهم على الحفاظ على تراثهم ومهنتهم التي ورثوها عن آبائهم هو ما دفعهم إلى التمسك بها المهنة صعبة هي صعبة وشنو مدى تجيب يوميتك انت حسنا قاعدين عرافة ما تجيب يوميتك بس اعتزازنا بيها وانت شقدها ما تحتز بيها وهذه وتحترمها والناس تحترمك على مودها عرافة احنا مشلبين بيها الرواف بحرفته قد يوجد حلا لأصحاب الدخل المحدود ممن لا يهتدون سبيلا لشراء ملابس جديدة بعد حدوث تلف في تلك التي يملكونها هذه المناطق المغدادة القديمة تجد بها رواف واحد وعمل لم يكن بمستوى مردوداته قبل 30 أو 40 سنة وطبعا هاي العملية ارتبطت بالواقع المعيش للناس وتوفر البدائل الريافة حالها كحال غيرها من المهن الشعبية القديمة قد تطولها يد النسيان يوما ما بعد تغير معيشة الناس وتوفر بدائل تسد الحاجة اليها اشتركوا في القناة